شارك وزير الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصرية الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الحدث الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال حول مؤتمر كبت سبعة وعشرين ويهدف المؤتمر لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة أثار تغير المناخ الأمر الذي يتطلب إجراءات متعددة على أطراف نشطة وتعاونية بين جميع الجهات هذا وتواصل مصر استعدادها لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرارة في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل مصر فعلا بتقوم بدور كبير في تهيئة مناخ جيد لنجاح مؤتمر هام جدا تهتم به كل البشرية مش دولة واحدة أثار هذا المؤتمر هتكون فعلا نقلا أوعية في قضية تعتبر قضية ملحة في هذه الأيام وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الاستعداد المصري بيصير بشكل جيد جدا وفي نفس الوقت أعتقد أن دول العالم كلها عندها حالة من الترقب والتوقع أن تكون هذا اللقاء في شرم الشيخ لقاء ناجح وتصفر عنه نتائج جيدة نحن كجمعية طبعا بنسعى أن ننصق ما بين أو نساعم في التنصيق ما بين المملكة المتحدة ومصر المملكة المتحدة لأنها كانت مستضيفة النسخة اللي فاتت في نوفمبر اللي فات ومصر كان المستضيف هذا العام فبالنسعى أن ننصق ما بين الجانبين أو نساهم في هذا التنصيق وفي نقل خبرة الجانب البريطاني في التنصيق عشان تطلع النسخة في أفضل صورة ممكنة